شيء ما تحت سريري قصة باللغة العربية الفصحى للمبتدئين استيقظت من نومي وأنا أشعر بالعطش أريد بعض الماء بدأت أبحث عن النعل تحت سريري هذا هو النعل تحت السرير فوق السرير يا إلهي هناك نمر تحت سريري هذا هو النمر والآن ماذا علي أن أفعل؟ ماذا يجب أن أفعل؟ هل أنادي أمي؟ ماذا لو بدأ النمر في الهرير؟ هذا هو صوت هرير النمر؟ هل يجب أن أعود للنوم؟ لكنني لم أعد أشعر بالنعاس أنا لا أستطيع النوم مرة أخرى فجأة أضاء أحدهم نور الغرفة إنها أمي إنها أمي واقفة عند الباب إضاءة النور إغلاق النور قالت أمي ماذا بك يا صغيري؟ هل ناديتني؟ أشرت نحو النمر ألقت أمي؟ ألقت أمي نظرة وصحبت النمر من تحت السرير مهلا إنه ليس نمرا هذه سترة ذات اللونين الأسود والأصفر إن أزرارها تلمع مثل عيني النمر هذه هي الأزرار لقد شعرت بالخوف من شيء تافه أحضرت لي أمي بعض الماء والآن سأنام وسأحلم بنمور حقيقية في الغابة وهذه هي نهاية هذه القصة أتمنى أنها أعجبتكم ولمزيد من القصص باللغة العربية أرجاء الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب ونشر الفيديوهات شكراً مع السلامة